تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية توينية مستندية وعينية بمضبطة أن بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار السلع الرسمية للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 229 طن وفي مجال البيع بأسعار السلع الرسمية للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 3680 قضية من بينها 161 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 804 أطنان ترجمة نانسي قنقر